ان انا اطلع تاني اوضح الشواء اكتر اعمل مقارنات مخصوص ما بين الشواء فالفيديو ده مخصوص علشان المقارنات ما بين الشواء في المنصورة الجديدة معلش انا هزهقكو شوية بس انا بحب دايما احب اول حاجة خالص عندنا المنصورة الجديدة فيها كزا كزا مكان نشتري فيه الاسكان الاجتماعي وده لسه ما اتطرحش في الفترة الحالية والاسكان الاجتماعي له شروط ومعظم الناس عارفينه واللي مش عارف الاسكان الاجتماعي شروطه ايه يقولي وانا يعني يقولي في الرسائل وانا هوضح له كل الامور ده رقم واحد والاسكان الاجتماعي ده هيبقى في مدخل المنصورة الجديدة او على الطريق واحنا ماشيين من برا تمام اه ده رقم واحد رقم اتنين اه زوي الاصحاب الهمم او زوي الهمم حبيبنا واخواتنا واصدقائنا ربنا يحفظك ويبرك فيك يا رب اساسي الدولة اه مش ناسية زوي الهمم واكيد الدولة لها لانتو لكو نصيب في التشواء سواء الاسكان الاجتماعي او الاسكان المتوسط او الاسكان الفخر ده ما فيش فيها كلام اتطرحت هي لسه ما اتطرحتش لغاية الوقتي بس هيبقى الفترة الجاية الدولة ان شاء الله هتطرح اه جزء معين لزول همم ده رقم اتنين رقم تلاتة هنيجي على اه اسكان زو الطابع الساحلي وده صورة الاسكان زو الطابع الساحلي اه وخلينا اه الاسكان لسه ما اتطرحش وهو على مدخل المنصورة الجديدة سواء من المدخل الغربي او المدخل الشرقي في المرحلة الاولى او اه المدخل الشرقي والمدخل الغربي برضو في المرحلة التانية واللي هي تحت الانشاء حاليا نتكلم والتقديم لسه التقديم لسه لسه ما اتطرحش طيب سكن مصر في ناس خدت في سكن مصر في 2020 وسكن مصر ده اسكان فوق المتوسط وهو مكانه على الطريق السحلي على طول اول صف اه سكن مصر بأسانسرات تشطيب سوبال لوكس اه اخر طرح كان بثمانمائة الف تقريبا او سبعمائة وخمسين الف اه حاليا مفيش تقديم التقديم على موقع صفحة الاسكان نفسها تبع هيئة الاسكان اه لو حد حابب بياخد اللينك مفيش يمكن عمله مشكلة بس حاليا مافيش ترحي خالص حاليا ايمت احنا بنكلمه 있기 هو شهر تسعة الفين اتنين وعشرين ده methods وا كان مصر تقسمتها الطبيعية تلات قوىز ورساب去ن كلين trov2000 وخمام ومطبخ كبير ثلاث مطبخ كبير وها استلاям سوبال لوكس اه وكماس الدهار ارضي وخمس الدهار العمورة ارضي وخمس الدهار فهو عن Astro اناسبة سورتها ت Leadata جنة مصر تشطيب اعلى من سكن مصر وهو تشطيب متميز ومحاد بصور وبرضه التقديم عن طريق الانلاين التقديم مش معانا ومش كراسات شروط ولا حاجة خالص التقديم انلاين وهي بتبقى مساحتها بتبدي من اول مية وعشرين متر مية وثلاثين مية واربعين مية وخمسة واربعين الى ما شاء الله يعني ثلاث غرف ورسيبشن طلق ياخد كتاتين وثلاثة حمام او حمامين على حسب الدزاين وتشطيب اعلى شوية من سكن مصر وفيه ناس حاجة زاد بمليون مية وخمسين فيه ناس حاجة زاد بمليون ومتين وخمسين ومليون ومتين وفيه اخر حد حاجز المختاربين من شهرين بالزبط تقريبا حاجزين بالدولار من خارج مصر وحاجزين ما يعادل الشقة مليون وربعمية تقريبا الاسكان الاجتماعي الكاش فيه على ثلاث سنين ممكن طبعا منظومة السادات تتطور انا لغاية الوقتي بتكلمكو على المنظومة العادية الكاش على ثلاث سنين لو حبيته تقصته خمس سنين او سبع سنين بيبقى بالاتفاق مع البنك بعد الاستلاف بتحجز انلاين سكن مصر او جنة مصر بتحجز انلاين وبعد كده بتدفع جديد حاجز والاولوية باسباقية الحاجز الاولوية باسباقية الحاجز ملهاش كراسات انت ليك كراسة اونلاين الحاجز اونلاين بتختار الادوار المتكررة او الارضي او الاخير على حسب ما انت بتختار من الاونلاين قدم ساعة انما ينزل حاجز مخصوص الاسكان الاجتماعي خمس06 الاسكان الاجتماعي دا على الطريق السحلي اه hated values سكن مصر وبعديي زول طبيع السحلي ووراء على طول جنة مصر خلصنا الإسكان الاجتماعي كله وده كله التقديم من الدولة مباشرة أول حد يضحك عليك ويقول لك هاتلي فلوس وأنا روح أقدم كلام ده كذب أول حد يقول لك تعمل كذا وأنا هقدم لك كلام ده رصب التقديم عن طريق هاي الصفحة الخاصة بوزارة الإسكان تمام؟ ده الإسكان الاجتماعي اشتركوا في القناة